وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتوفر الغاز الطبيعي لوزارة القهرباء بأسعار مخفضة وبأقل بكثير من الأسعار العالمية وطالب مدبولي بترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لزيادة صدراته للخارج والاستفادة من الأسعار المرتفعة عالميا أن تسعير الغاز الطبيعي اللي الدولة حطته من اللي هو يروح ليه الكهرباء مصعر على أساس أن سعر المليون وحدة حرارية يبقى 3 دولار يعني المفروض أن وزارة الكهرباء بتشتري من وزارة البترول الغاز الطبيعي اللي بتستخدمه في توليد الطاقة على أساس أن المليون وحدة حرارية بتلاتة دولار طيب سعر النهاردة المليون وحدة حرارية لو أنا صدرت المليون وحدة في الخارج السعر العالمي النهاردة كان 30 دولار يعني معنى كده إيه؟ أن أنا الغاز الطبيعي اللي أنا بوفره علشان توليد الكهرباء أنا بوفره داخليا ما بين الجهتين اللي في الدولة بعوش قمته الواقعية في السوق العالمي الكلام ده طبعا في وقت ما كان سعر الغاز في الأسعار الطبيعية المعتادة قبل أزمة الحالية كان ده جزء من الدعم اللي إحنا قدولة قادرين إن إحنا النهاردة نتحمله لكن ممكن إن إحنا النهاردة نتخيل مع بعض كل ما حقدر أوفر من الغاز الطبيعي اللي بيروح لمحطات الكهرباء اللي أنا بديهالها أصلا في الأساس بسعر 3 دولار للمليون وحدة أنا كل مليون وحدة حرارية حقدر أوفرها حقدر أصدرها بعشر أضعاف الرقم